سوق السوريين الشعبي أو سوق صبرة يعد من أهم الأسواق التجارية في لبنان حيث تنشط اليد العاملة السورية فيه ويتنوع نشاطها بين امتلاكها للمحل التجارية والعربات المتجولة ويشكل السوريون فيه نسبة 90% 95% سوريين هم بيقصدوا منطقة صبرة لأنهم منطقة شعبية سوريين محلات هم أكثر يتا سوريين وشعبية وبيقصدوا العالم من مناطق من مناطق من جبال ومن هون من جميع أنحاء بيروت بيقصدوا منطقة رخيصة وكلها بتلاقي من جميع رخيصة وبتلاقي يعني كل شيء رخيص بنصحق وربحق وثلاثة ربع يعني كل شيء بنصحق ويعني شو منصت أبو الفقير وأبو الغني وأبو الكل يعني ثلاثة ربع العالم كل هيك تجع صبرة بتقصد صبرة كلها أنا صلي زمان هون كل عام بتقصد صبرة كم سنة؟ صلي هون ثلاثين سنة عرفت علي وكل العالم بتقصد على صبرة ليكي من خضرة من فواكه من ألبس من جميع ما تشتهي وتريدي حتى الأحزي حتى شو ما بتبديك موجود يعني كله بتلاقيه بنصحق والعالم كله بتقصد على صبرة الأسعار المدروسة والتنافسية في هذا السوق جعلت منه مقصدا للناس من جميع المناطق اللبنانية القاصية والدانية منه كما يمكن لرواد هذا السوق أن يجدوا مختلف احتياجاتهم وأشيائهم التي يصعب وجودها في أسواق أخرى يعني معروف أن صبرة هي أرخص المناطق بكل شيء بالتياب، بالخضرة، بالأكل، تعونيات فيه، توفير يعني فيه أرخص من كل المناطق بتيجي مش منطقة وحدة يعني يعني من جوني بيجوا من يعني موين مكان من الجبل بيجوا إيه أكيد أسعاره أرخص من غيره بكتير يعني بتلاقي كمان أسعار إبداعه تحت منيحة وأنه إذا بتقارنيها بغير محال مثلا إذا رحتي على سبينس، كارفور يعني ما في نسبة فأكيد بتلاقي يعني رخيص ولا أغلى شوي بس إن جانرال يعني أسعاره منيحة من وين جاي؟ أنا من ماريلياس يمتاز هذا السوق بموقعه الجغرافي الذي يبعد عن الوسط التجاري لبيروت قربة أربعة كيلومترات ولا يقتصر نشاط هذا السوق على البيع بالمفرق بل يتعد ذلك إلى البيع بالجملة لتجاري يقصدونه من كل حدب وصوب يعد السوق صبر الشعب من أقوى الأسواق التجارية في بيروت ويشهد إقبالا كثيفا من قبل الناس لتميزه بأسعاره التنفسية من بيروت مايا هاشم تلفزيون سوريا